أطلقت ميليشيا حزب الله النفير العام إلى جمهورها وقواعدها الشعبية لمواجهة الأزمة المالية التي اعترف بها زعيم الميليشيا حسن نصر الله صحيفة النهار اللبنانية نقلت عن قادة حضروا لقاء مع نصر الله قبل أيام كشف فيه الضائقة المالية الشديدة التي تعاني منها الميليشيا جراء العقوبات الأمريكية نصر الله طلب من قادة وحدات التعبئة بتكثيف حملات التعبئة لجمع التبرعات في سياق الإجراءات الاستيعابية التي يتخذها الحزب بحسب مقربين منه كلام نصر الله أطلق العنان لحملة تبرعات شعبية واسعة في مناطق نفوذ حزب الله مردودها لا يتخطى الأربعين في المائة من احتياجات الحزب بحسب إحصاءات غير رسمية نصر الله نصح ببعض التدابير الإضافية لتلبية سياسة التقشف مثل إلغاء بعض المهمات والنشاطات ذات النفقات العالية وتشجيع التقاعد للراغبين لتقليص نفقات الرواتب وغيرها إجراءات وفق مصادر مقربة من الميليشيا لم تكن كافية لإبعاد شبح الإفلاس محاولات الحزب لسد احتياجاته المالية يرى مراقبون أنها صعبة خاصة وأن الحزب يخضع لحصار مالي أصلا من قبل واشنطن طال كامل قياداته السياسية شيلان فطيري العربية